عن فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدل ضعفا فقلت له أعيذك بالله أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة اتيني بالكساء اليماني فغطيني بي فأتيته بالكساء اليماني فغطيته بي وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلعنأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقال يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فقال فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا رب انت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخيه وابن عمه رسول الله صلى الله عليه وعليه فقلت نعم آه ومع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخنيفته وصاحب نوائه قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم ثم أتيت نحو الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاء يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال قال وعليك السلام يا أبتاء ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيته وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سالمهم وعدون لمن عاداهم ومحبون لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطحرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا متحية ولا قمران منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة والذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وذعلها وابنوها فقال جبرائيل يا رب أتأذنني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يطرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أدنني أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبيه إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله إنما يريد الله ليذهب عنكم العجس أهل البيت ويفحركم تطهيرا فقال علي لأبيه يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبا فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفلين من محافل أحل الآم وفيه جمعون من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهمومون إلا وكشف الله غمّا ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرى ورب الكعبا